وزارة الدفاع العراقية التي مثلت تقبا ضخما يبتدع منزانية البلاد للوخلة الأولى من إعادة تشكيلها عام 2003 واستنزفت المال العام بين صفقات إسلاحة وهمية ومشبوهة ورواتب لأشخاص وهميين أحد أهم ظواهر الفساد المخجلة في الجيش هو ملف الفضائيين وهذه التسمية ليست دلالة عن جيش أو جنود غزاة من الفضاء الخارجي بقدر ما هو تعريف دقيق لجنود غير موجودين على أرض الواقع لكنهم مسجلون في سجلات الجيش ومخصصة لهم الرواتب والامتيازات من وزارة الدفاع من غير تواجدهم بين صفوف القوات المسلحة وفي إطار الحرص على المال العام وتوفير الأموال المنهوبة والضائعة للميزانية العامة أعلن نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي عن تطهير ميزانية الوزارة من ظاهرة الفساد المترتبة في رواتب منتسبي الوزارة مؤكدا أن تلك الإجراءات وفرت لميزانية الدولة نحو 120 مليار دينار فضلا عن كشف المفسدين القائمين على تلك الأعمال المشينة بحق اسم الجيش العراقية وتقديمهم للعدالة وبعد تكشف جل تلك الحقائق المريبة عن الفساد في وزارة الدفاع دعت وزارة المالية بدورها لإجراء إصلاحات عميقة داخل المؤسسة العسكرية خصوصا وأن ربع ميزانية العام القادم ستنفق عليها ما دفع وزير المالية هوشير زيباري إلى المطالبة بضرورة مراجعة كل التشكيلات العسكرية من حيث الأعداد والمرتبات والذخيرة والغذاء في عهد فتحت فيه ملفات الفساد وتجلياته أمام الملأ راح الشعب العراقية تسأل كم أجرمت الحكومة السابقة بحق الشعب العراقية وكم ارتكبت من إبادة جماعية للإنسان وللمال العام ولما لا نرى محاكمات المسؤولين السابقين الذين ارتكبوا أضخمة عمليات السلب والاختصاب لأموال الشعب والذي عانى أكثر ثلتيه من الفقر على مدى فترة زمنية سوداء